موسيقى السلام ومباركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ولا عدونا إلا على الظالمين والعاقبة المتقين والبشعي صدري ويسلي أمري وحلال عقداتهم بلساني في قوي قولي مع الشهر المؤمنات والمؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غوركة مباركة مباركة الله تعالى في مجلسكم جعله الله تعالى مجلسة علمين وإنابة وتوبة وأن ينزل علينا فيه نسأله أن ينزلنا على فيه من رحماته وبركاته وسكناته وأن يجعلنا المقبولين عنده المكرمين عنده من عباده المصطفى الخيار من مجاهدين في سبيل الله من الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا من يخشونه ولا يخشون أحد سواه ومن يذكرونه آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين وما ذلك عليه بعزيز ذاك طننا به سبحانه وتعالى عز وجل الله وهو الجمهد الكريم معشر المؤمنات قال سمؤل في قصيدة له إذا ما تمنى منا سيد قام سيد ققول لما قال الكرام فعوله هذا البيت الشعري ينطبق على واقعنا إذا ما تمنى منا سيد قام سيد ققول لما قال الكرام فعوله انتقلت إلى جوار ربها أختنا حبيبة رحمة الله سبحانه وتعالى عز وجل الله عليها وعزاؤنا فيه وعزاؤنا فيه واحد فصحبتنا معها صحبة طويلة قديمة منذ كانت طالبة في وجدة لم نرى منها إلا الصدق والإخلاص والاستفسال في نشر دعوة الله سبحانه وتعالى عز وجل الله وبقيت صابرة ثابتة محتسبة باذلة كلما في وسعها حتى لقت الله سبحانه وتعالى عز وجل الله وما قام به الإخوان والأخوات من احتفال واستعراض لمكارم أخلاقها دليل على قبولها عند الله سبحانه وتعالى عز وجل الله صلى الله تعالى عز وجل الله أن يرحمها وأن يجعلنا على الأثر وأن ينبت من هذه الوجود الطيبة والكريمة خير خلف لخير سلف وما ذلك عليه بعزيز فإن مات منا واحد سيدة قامت سيدات قائلات لما قال الكرام فاعلات وما دمنا الحمد لله تعالى في حظني الصحبة فمنها نعرف فالمدد قائم لا ينقطع إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتقو الساعة بركة هذه الجماعة وبركة الصحبة تشمل وتحتضن والحمد لله تعالى عز وجل المؤمنين والمؤمنات بدأت الجماعة بتنظيم الإخوان وما هي إلا سنوات حتى التحقت المؤمنات بالجماعة وهنا اليوم قد يتفوقنا في كثير من المجالات معشر المؤمنات لماذا نجتمع ما قصدنا من الاجتماع كل مجلس نحضره لا نزداد فيه إيمانا ولا نزداد فيه ارتباطا بعضنا بعضا ومحبة لبعضنا بعض سيكون يوم القيامة حج علينا ولكي تحصل هذه الرابطة بين المؤمنات لا بد من العمل على ما تفطلت به أختنا أن اجتماعنا المقصود به هو أن تجتمع القلوب على حب الله سبحانه وتعالى أن اجتماعتنا جمعون 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 لشتات للشتات وانجماعون على الله سبحانه وتعالى أعز وجل إذن فلا بد في كل مجلس لكي يحصل هذا الانجماع أن نحضره ونحن العاكفون على من الله تعالى عز وجل وإن كانت ألسنتنا يعني تلهج بدكر الله تعالى أو في القضايا التي تثار أو في المجلس ولكن القلوب إن بغي أن تبقى معلقة بالله سبحانه وتعالى عز وجل من الرجل الإيمانية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم القضايا التي تناقش وتثار عن ذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل إذن نهتم بما يثار في المجلس ولكن في نفس الوقت تكون قلوبنا منجمعة على الله سبحانه وتعالى عز وجل ومن من ما ستقومنا به هو اختياره من يخلفه أختنا الكريمة حبيبة حبيبة وهذا الأمر يقتضي إلى أن يكون القلب منطرحا بنيد الله تعالى متوجها إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا بالله سبحانه وتعالى لأن الموضوع الانتخابات كما هو واقع عند عامة الناس يعني هو مناسبة للتنافس وللشراء الأصوات ولل تفدير 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 الأموال وللتنافس على الكراسي هذا ما نعهده نعهده في الانتخابات التي تجرى في عند الشيف الأمة بالنسبة إلينا المسؤولية نتخوف منها ونتهرب منها ونبد أن يتحملها غيرنا مخافة منها لأنها لنعمة المرضعة وبأسة الفاطمة كما يقول أن يتصدى لهذه المسؤولية التي يسمي السيدة والسلام للمسؤولية ولكن بحكم أن هذه المسؤولية ضرورية للسير قدما تقتطيها التنظيم وتقتطيها القيام بما تطلب الدعوة فلا بد من يعني أن يتصدى الإنسان إليها إذا وكلت إليه دون أن يتشوف إليها ودون أن يتطلع نفسه إلى هذه المسؤولية إذا القيت عليه عليه أن يتقبلها والله سبحانه وتعالى هو المعين وهو الكفير وهو الحافظ ومعه قلو المؤمنين وقلو المؤمنات مع من ستنتخبنا إن شاء الله تعالى الزوج ثم إن مجالسنا و مؤسساتنا هي تقوم وليس على فرد واحد هي مؤسسة الجميع يشارك فيها الجميع يتحمل المسؤولية فيها إذن فرص الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يجعل من تقترحناه لهذه المسؤولية أن يكون خير خلاف لخير سلف وما رأاه المسلمون حسنا فوعد الله حسنا فالاختيار من الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار أما نحن فالله تعالى يسخرنا لهذا الاختيار صفات المنتخم القرآن احددها في أربع صلت على أن يجعلنا نتصف بهذه الصفات يجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عالم الحفظ والعلم أتطلب سيدنا يوسف علي الصلاة والصلاة من حاكم مصر أن يوليه ويجعله وزير الاقتصاد يجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عالم بعض الناس يستذلون بهذه الآية على أن أو يجوز الإنسان أن يرشح نفسه في حين أن الرسول يقول أن لا نولي هذه الأمر الذي طلبه سيدنا يوسف تقدم هذا طلبه لأنه يعلمه الله سبحانه وتعالى ليس هناك أحد الأصلح لهذه المسؤولية غيره فطلبها لأجل خدمة الأمة أما بالنسبة لنا نحن لا علم الغيب عندنا فنختار وننقل الأمر لاختيار المؤمنين والمؤمنات أن لا لأ لهذا الأمر لمن طلبه وأهل الله تعالى يقولون آخر ما ينزع من قلوب سالة لأن الله مسؤولية يعني طلبه حب الرئاسة آخر ما ينزع من قلوب السالح من قلوب السالح السلام رحمه الله ربانا على أن نتهرم مسؤولية وأن إذا ألقيت علينا أن نعتبر أمان وفرصة لخدمة إخواننا وأخواتنا فغير مصطلح الأمير إلى مصطلح الخادم إلى مصطلح الخادمة إذن فكل أخت لها مسؤولية على أخواتها وأن تعتبر نفسها خادمة لأخواتها تهتم بهن تحافظ عليهن ترعى شؤنهن تتواضع لهن تقدم لهن الرعاية في كل في كل مجال تصبر على أذاهن هذا هو المطلوم وإلا فر الناس منا وتفكك وتشتت شملنا فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فضل غالية القلب فضل من حولك فعفوا عنهم استغفض لهم وشاور في الأمر فعفوا عنهم فيما صدر منهم من الإساءة إليك واستغفا لهم فيما يخطئون فيه مع الله سبحانه وتعالى فيما يرتكبر ومحاسبين أمم الله سبحانه وتعالى عز وجل وشاورهم في الأمر لأن أمرنا فيما بيننا شغرة صلى سبحانه وتعالى أن يحقق فينا هذه المواصفات إذن جعلني على خزائي الأرض إني حافظ عليك أيضا الآية الكريمة التي تحدثت بها ابنة شعيبة والرزل الصالح إن خير من استاجرت القوي الأمين إن خير من استاجرت القوي الأمين إذن في الصفات القيادة وصفات المسؤولية تقتضي يكون إنسان حافظا عليما بما يقوم به بما أسند إليه يكون قوي أمينا على هذه المسؤولية التي أنخيط على جانبه وصول الله صلى الله وصول الله وأمتهم تعاني من الإعراض عن الله من التخادل من الضعف من الهوان من الاستكانة من الأمراض الأمة لا حسر لها ولا عدد فتحتاج معشة المؤمنين المؤمنات إلى من يزرعوا فيها روح الأمان روح التضحية روح الجهاد روح البذلة روح الحب في الله سبحانه وتعالى أعزو عزو أجل أخ من يدله على الله سبحانه وتعالى عزو واجل من يذكرها بالآخرة من يذكرها بلقاء الله سبحانه وتعالى عزو واجل هذه وظيفتنا الأساسية التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نؤديها على أحسن ما يرى ورجاؤنا في الله سبحانه وتعالى عزو 열�مي الكابير معودنا إلا خيرا ولن يكر الله سبحانه وتعالى هذه الجماعة إلى أنفسها وإنما هو سبحانه الذي تولى أمرها بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تسكن محبته قلوبنا وأن نسير على نهجه لأن أي مخالفة ننحرف بها عن سيره صلى الله عليه وسلم إلا وكانت علينا نقمة وعذاب وهلاك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فترة أو يصيبهم عذاب آليم وعشان المؤمنات لا أبطير عليكنا لصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكنا وفي أماركنا وفيما تقوم به وأن يختم هذا اللقاء إن شاء الله تعالى الجامع بجمع القلوب وبجمع الجهود وجمع العقول على حب الله سبحانه وتعالى وعلى المضي في سير الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى عز وجل وما ذلك عليه بعزيز قولوا قولي هذا وأستخر الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته